بسم الله الرحمن الرحيم معاك والمهندسة سماح عبدالفتاح وبنكمل شرح ساينز احنا طبعا دلوقتي في يونت ثري لسون وان تمام دي اسمها ايه يونت ثري اسمها ايه environmental balance يعني التوازن البيئي التوازن البيئي الحقيقة ان ربنا خلق كل حاجة في البيئة متوازنة يعني ليها سايكل ليها دورة بتنتهي من ناحية تبدأ من ناحية تاني وده الاستمرار الحياة طبعا على الكرة الارضي فلازم يبقى فيه balance التوازن تمام الحقيقة اليونت دي من اجمل اليونتات يعني انا بحب الحاجات اللي بتتعلق بالبيولوجي يعني انا كنت شطرة جدا في الاحياء حتى في سنوعة ما مخدتش درس يعني الحقيقة كترة ما انا بحبها فالحقيقة اليونت دي ممتعة جدا وعايزاكوا تستمتعوا بيها يعني هي فيها expressions كتير متشابهة لكن هي سهلة 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 لو ركزنا فيها يعني ان شاء الله تمام lesson 1 بيقول ايه food relationships among living organisms العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية عايزين نشوف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية فاكرين السنة اللي فاتت خدنا food chain وازاي الانيرجي بتتنقل من كائن الحي سبحان الله لغاية لما بترجع تاني من الاول cycle بتاعتها طيب حنشوف food relationships among living organisms اه طبعا احنا عارفين ان the plants can make their own food during a photosynthesis process خلاص كلام ده احنا عارفين ومنستنى الفات على فكرة الكلام ده صفحة one hundred and twelve المعاصر عارفين ان ال green plants considered as a producer ودرسنا ان في producer وفي consumer في كائنات منتقة وفي كائنات مستهلكة وقلنا ان ال plants دي producer لي why because green plants make their own food during a photosynthesis process from simple substance وعارفنا ان هي بتاخد ايه بتاخد الكاربون دايوكسايد والووتر وبتاخد ال sun light اكي وبتدخلهم في عملية طبيعية كده اسمها photosynthesis process اللي هي عملية البناء الضوئي تمام وبتنتج their own food اكي يبقى so green plants are producers دي هي حاجة بتعمل own food بتعمل طعامها بنفسها فهي كائنات منتقة تمام طب تكلمنا عن ال animals وقلنا ان ال animals depend directly or indirectly on plants الحقيقة ان احنا كلنا depends directly or indirectly on plants حتى ال human حتى الانسان حاجة من الاثنين ياما بيتغزة على ال plants على طول ياما بياكل لحوم حاجة هي كلة ال plants فده مفهوم ال-indirectly اكي ام طيب عايزين نشوف احنا عندنا several types of food relationships between living organisms احنا عندنا انواع كتير من العلاقات الغذائية اكي فحنا ندرز الوقت types of food relationships are ايه بقى ايه انواع العلاقات دي ثلاثة عندي تمام احفظهم يبقى ايه هم يعني افتراس يعني ايه تعايش او معيشة سابروفيتزم يعني ترمم وافتكرها كده في الاول ده كائن بيفترس كائن بيموته ويلتهمه طيب سامبيوسيز معايشة اتنين بيعيشوا مع بعض وحنشوف ان ليها انواع اما اتنين يعيشوا مع بعض اللي هيحصل يا اما واحد يستفيد والتاني ما يحصلوش حاجة واحد يستفيد وليتضر واحد يستفيد وواحد يتضر يا اما الاتنين يستفيدوا تمام يعني السامبيوسيز دي معايشة اه لو انا وصاحبيتي عايشين مع بعض حاجة من الاتنين احنا الاتنين كويسين وحنفيد بعض يا اما واحدة فينا حتضر الثانية وتستفيد هي اه اه اوكي يا اما ايه احنا الاتنين هنضر بعض تمام وتبقى علاقة وحشة جدا فخلاص فعندي ايه تمام هتكلم عن طبعا الكتاب اللي عندي حالته صعبة ايه متشخبط كتير طيب بيعمل ايه تمام واحد بيلتهم الاخر تمام طيب بيتكلم هنا على عملية الافتراس طبعا العملية الافتراس بتتم على خطوات تمام يعني مهاجمة قتل وبعدين التهام خلاص يعني ايه تخيلوا لو لو خلاص اه اه ده طبعا بريديتور بيفترس مثلا زير اول حاجة هيبدأ اتاك ات هيهاجمه كيلين كيليت تالت حاجة ايه ديفورت خلاص طبعا الكائن المفترس اسمه ايه بريديتور المفترس طبعا الكائن اللي بيلتهم الضحية يعني اسمه ده بريي الفريسة تمام يبقى انا عندي في البيديتور عندي ايه بريديتور وبريي بريديتور وبريي بريديتور هو المفترس والبريي هو الفريسة خلاص اه طيب قالينا هنا ان البيديتور دي دي علاقة مؤقتة خلاص اللي اتنين ما بيتعايشوش مع بعض ولا اي حاجة دي يعني علاقة بتنتهي في خلال مثلا خلاص خلاص بالتهام الفريسة يعني دي دي علاقة مؤقتة طيب اه هو هنا بيقول ان طبعا الافترس ده موجود في عالم النباتات وعالم الحيوان تمام طبعا ايه اه حندرس كل واحد الفريس قال لي ايه بريديتور طبعا عايزين نشوف الافترس في عالم النبات قال لي ان طبعا الافترس ده قليل جدا في عالم النبات هو موجود بس قليل وهو موجود اكتر في عالم الحيوان ليه as plants can make their own food يعني most of plants can make their own food هيا مش محتاجة دفتر ايش هي بتعمل غذاءها بنفسها تمام وده بيقول لي جيف ريزون predation is less common in plant world than that in animal world ليه بقى عشان ال green plants can make their own food most of green plants can make their own foods by photosense هذ براسس تمام طيب ايه اللي بيحصل بقى عمالة اللي فترس ازاي بيجي في عالم النبات قال لي ايه some plants can't make protein ما بتقدرش تصنع البروتين some plants can't make protein because they can't absorb some compounds from the soil في بعض النباتات ما بتقدرش تمتص بعض العناصر من الطربة so they can't make protein خلاص هي ما بتقدرش تعمل البروتين طيب ايه الحل جسمها محتاج البروتين يعني او تكوين النبات محتاج البروتين بقول ايه they prey some teeny animals هي بتفترس بعض الحيوانات الدقيقة as insects خلاص to get the required element or required compound for making protein and these plants are known insect eaters اكلات الحشرات insect eaters تمام طيب الـ example ماشي على الـ insect eaters او اسمها الـ insect vorus plants insectiv vorus plants تمام يعني ايه ملتهمة الحشرات خلاص مديني two examples عندي drosera وعندي diunia خلاص عندي drosera وعندي الـ diunia فاكرين في العرب السنة اللي فاتت اخدنا نباتة تنيني الأحمر ونباتة الجرة فاكرين طبعا مزاكر المناهج دي كويس جدا عشان انا بزاكر لبنتي فا دي بقى الـ insect eaters plants او اسمها ايه insectiv vorus plants اكي اللي هي drosera والـ diunia تمام طيب بجي لي give reason drosera is an insectivorous plant حنقول because it prays some insects to get the required elements for making protein ليه بتعتبر drosera insectivorous plant ملتهمة حشرات نبتة ملتهمة حشرات حنقول because it prays هي بتفترس it prays some insects بتفترس بعض الحشرات to get required elements العناصر المطلوبة required element for making protein لصنع البروتين خلاص ام وحطيتلي هنا بقى ايه امثلة كتير اه على الايه اه الbreedation in animals هنتكلم تاني حاجة على الbreedation in animals الافتراس في عالم الحيوان طبعا ده common in animal world الافتراس مشهور جدا في عالم الحيوان يعني lion prays a deer وعن wolf prays rabbit وعن cat prays rat وعن spiders طبعا ده prays insects تمام طب هو بقى بيقول lions والtigers والspiders والولفس cats sharks are considered as a predator animals كائنات مفترسة predator animals تمام حنتكلم بقى the ways of self defense against predation in the living organisms احنا ما زلنا مكملين في the first relationship اللي هي الbridation لسه مكملين في الbridation وتكلمنا عن عملية الافتراس مدام فيه افتراس يبقى لازم يبقى فيه self defense جوه عالم الافتراس ده لازم يبقى فيه اسلحة للدفاع عن النفس هو الحقيقة يعني في معظم الاحيان بيحصل الافتراس ولكن لازم يبقى فيه يعني self defense اه تمام هتكلم عن ways of self defense اكي عندي نوعين من self defense عندي وعندي الممكري كوموفليج والممكري كوموفليج يعني تمويه والممكري يعني التنكر تمويه وتنكر طيب هنتكلم عن الكوموفليج من انواع self defense كوموفليج التمويه التمويه يعني ايه انا ما عنديش سلاح اه يعني حاد او ما عنديش كده ولكن انا بأحاكي البيئة المحيطة بتشبه بالبيئة المحيطة عشان ما تعرفش تمام يبقى التمويه عبارة عن ايه تغيير اللون خلاص لمحاكاة البيئة المحيطة او الوان البيئة المحيطة تمام بالكوموفليج البيئة المحيطة بيها في البيئة وايه الامثالة بتاعد دي دي امثالتها شهيرة طبعا عندي الفرق الكاماليون طبعا شهيرة جدا اه في بعض الفش وبعض هو هنا حاطتلي الصور عندي دي بتعمل ايه عندي الفرق دي برضو بتعمل بتغير لونها عندي طبعا مشهورة جدا بتعمل وعندي الكاتل فيش الكاتل فيش ده اللي هو الحبار ده بيعمل ايه ده بيخرج اه سائل اسود كده بيلون المي حواليه فايه محدش يشوفه تمام الكاتل فيش ده برضو شهير لازم اعرف اكي اللي هو اسمه سيبيا تمام وهنا اقل لي give reason اكاماليون simulate the color of the surrounding environment ليه الكاماليون بتحاكي الوان البيئة المحيط هنقول له ايه to protect itself from its enemies عشان تدافع النفسها ضد الاعداء to protect itself from its enemies تمام تاني حاجة الميميكري وقلنا ان هو ايه التنكر الميميكري تنكر لسه بفكركم احنا جوه البرديشن احنا لسه في الافتراس وبشوف ways of self-defense يعني ايه الدفاع عن النفس قلت ان عندي الكوموفليج وتاني حاجة الميميكري التنكر قلنا الكوموفليج مجرد ان الكائنات بتغير لونها عشان تحاكي البيئة المحيطة الميميكري بقى ايه التنكر التنكر يعني ايه هي بتغير شكلها تمام يعني تمام يبقى انا عندي في التنكر الهارمليس لفينج خلاص عشان تخوف اعداءها لكن في الكوموفليج هي بتستخبى من اعداءها اكي لكن هنا تمام وطبعا قال لي مجديني only one example some bees that look like wasps in forming lines خلاص بعض النحل بيشبه الدبابير في ايه في الخطوط اللي على جسمه بشكله زي الدبابير اكي مجديني give reason some bees look like wasps in forming lines on their bodies هقول له to frighten their enemies عشان تخوف اعداءها to frighten their enemies which get afraid of wasps اللي هي بتخاف من الwasps and escape from them تمام to frighten their enemies which get afraid of wasps and escape from them طيب دلوقتي بتكلم على تاني نوع من food relationship احنا تكلمنا عن تاني حاجة المعيشة المعيشة دايما فقال لي each of them benefits from the other and the other may benefit or neither benefit nor is harmed or is harmed تمام يعني قال لي دي اي common food relationship هي علاقة يعني منتشرة جدا بين two different types two different types of living organisms تمام الاحتمالات بقى اللي عندي في واحد فيهم اكيد بيستفيد يعني one of them benefits from the other واحد فيهم بيستفيد طب the other التاني بقى may benefits ممكن يستفيد or neither benefits nor is harmed لا بيستفيد ولا بيتضر ثلاث علاقة or is harmed ممكن يتضر فكده انا محتاجة جوه السامبيوسز انه يبقى عندي ثلاث انواع تمام يعني جوه السامبيوسز عندي ايه mutualism common salism parasitism تمام يبقى انا عندي three types of سامبيوسز هما ايه mutualism ودي احسن الانواع فيها الاتنين بيستفيدوا دي افضل الانواع دي برضو يعني واحد بيستفيد والتاني مش بيستفيد ولا بيتضر فدي مقبولة شوية ثالث حاجة parasitism وده النوع الضار اللي احنا بنحاربه انه فيه واحد benefits and the other is the harm تمام طيب هتكلم عن mutualism بيقول تمام وخلي بنا ان البانفيد دي لازم تبق inform of food من الناحية الغذائية لازم تكون الاستفادة من الناحية الغذائية لان احنا بنتكلم على food relationship هو هنا مديني examples على mutualism واحنا قلنا دي ايه دي احسن العلاقات والmutualism دي فيها تبادل منفع بدون ضرر فبيقول ايه the relationship between nodular bacteria and leguminous plants leguminous يعني البقوليات ما هي leguminous تمام as beans طيب العلاقة بنبقى نيوديولر bacteria وال leguminous بتبقى ازاي النيوديولر bacteria وهي بتعمل الغذاء بتعمل ايه fix nitrogen in an inorganic form هي بتثبت الـ nitrogen على الجذور في صورة غير حية تمام نيوديولر bacteria fix nitrogen in an inorganic form خلاص to provide the plant with it طب البلانت ده محتاج nitrogen ايوة محتاج nitrogen ف النيوديولر بكتيريا دي بتديله nitrogen طيب والبلانت the plant provides bacteria with sugar made by the plant during photothensis process وهو بيديها السكر اللي هي محتاجة للغذاء بتاعه تمام يبقى دي عندي mutualism النيوديولر fix nitrogen in organic form and provide the plant with it طب البلانت البلانت and termites termites ده اللي هو النمل الابيض اللي هو white ants ده فيدونود بيتغزى على الخشب يبقى العلاقة بين primitive organisms كائنات الاولية وال termites primitive organisms and termites طيب اللي بيحصل فيها بقى طبعا بيدي النمل الابيض بيأكل او يعني ايه بيتغزى على الود الخشب فبيفصل السليولوز يعني بيفصل السليولوز بتيجي خلاص هي ايه بتهدم السليولوز السليولوز اللي هي الاشرة الاشرة السميكة جدا على الخشب بتاع النبات من برا بنلاقي على جزع الشجرة فيه خشب قوة طريق وبر في ايه الشر صلبة هي دي السليولوز خلاص يبقى البرميت في في لما بتهضم السليولوز هي بتضغز طب والترميت بيستفيد من ايه باي دايجست دير فود الاكل بتاعه بيطهضم فهو بيأكله بسهولة تمام